وكان جلالة الملك عبد الله الثاني عقد مباحثات مع رئيس جمهورية طاجكستان تناولت العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث ركزت على آخر التطورات المتعلقة بموضوع القدس بعد القرار الأمريكي لاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال إلى ذلك وقع الأردن وطاجكستان ستة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تنظم التعاون بين البلدين في المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية والتجارية والعلمية والسياحية والثقافية تركزت المباحثات التي أجراها جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الطاجكي إمام علي رحمن في قصر الحسينية على آخر التطورات المتعلقة بموضوع القدس بعد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية الحقوق الفلسطينية في مدينة القدس التي تمثل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة وأكد الرئيس إمام علي رحمن خلال المباحثات وقوف بلاده إلى جانب الأردن بقيادة جلالة الملك صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في جهوده لحماية المدينة المقدسة وهويتها التاريخية وفي بداية المباحثات الموسعة أعرب جلالة الملك عن ترحيبه بزيارة الرئيس رحمن والتي تعد أول زيارة لرئيس طاجكستان إلى المملكة مؤكدا جلالته أهمية البناء على العلاقات التي تجمع بين البلدين وشهد جلالة الملك والرئيس رحمن عقب المباحثات توقيع اتفاقيتين تعاون بين الأردن وطاجكستان في مجال التعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة وقعها عن الجانب الأردني وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة وعن الجانب الطاجكي رئيس لجنة الاستثمار وأملاك الدولة قهار زادة فيض الدين ستار وفي مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال وقعها عن الجانب الأردني وزير المالية عمر ملحس وعن الجانب الطاجكي وزير المالية قربانيان عبد السلام كريم الجانبان وقع أيضا مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وقعها عن الجانب الأردني وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادر الطويسي وعن الجانب الطاجكي وزير المعارف والعلم سيد نور الدين سيد وكانت جرت لرئيس جمهورية الطاجكستان مراسم استقبال رسمية في قصر الحسينية حيث كانت جلالة الملك عبد الله الثاني في مقدمة مستقبليه ترجمة نانسي قنقر